السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا بنات يا رب تكونوا بخير. وفي افضل حال نهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة من ارواع واحسن الوصفات اللي هتجيب معاك نتيجة ممتازة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وهتكون من قلبه مطبخة. مش هنحتاج حاجة من بره ولا حاجة. وفي نفس الوقت يا جماعة الوصفة دي خاصة بالكرش بس. الناس اللي هي عايزة تخسس منطقة الكرش او البطن معنا اصح. ان شاء الله هتستخدم معنا الوصفة دي وهتدوم على حوالي اسبوع واحد بس ان شاء الله يتبقى معاك نتيجة ممتازة. دايما في بنات كتير بتشتك انا الجسم كويس جسم نحيف ما عندش هلا كرش بسي. ان شاء الله يا بنات الوصفة دي هتبقى فعالة. هو وصفة ممتازة وهتجيب معاك نتيجة. عايزة اكون تتبع معي الوصفة للاخر علشان تعملها صح. محدش تشوف المكونات ويقولوا الوصفة بتتكون من كزا وكزا ويقوم خارج من الفيديو. لا. اهمة من المكونات الوصفة ان انت تتبع معي الخطوات. نسمي له ونحط لايك للفيديو. وصلوا للفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان بنات كتير هتستفد ان شاء الله من وصفتنا النهارة. طبعا يا بنات اكيد. في من هناك كتير بيتضايق او بنزاج من منطقة الكرش. دي طبعا بدينا في كل حاجة. بدينا في لبس وبدينا في المظهر بتاعنا بدينا في كل حاجة. فعلشان كده احنا دايما بنحتاج اي وصفة اي حاجة بتنزل المنطقة دي بالزاد. تمام? فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المكونات بتاعتنا متكونة من ايه? اول حاجة هنستخدمها معنا زي ما انت عارفين. ده طبعا كده يا جماعة الكزبرة العادية. طبعا قلنا في بداية الوصفة بتاعتنا ان ان شاء الله المكونات هنحتاجها من مطبخنا. مش هنحتاج حاجات غريبة ولا حاجة ولا حاجة صعب. ده نص معلقة كده صغيرة من الكزبرة المطحونة. طبعا الكزبرة بتكون مضمونة. مش بنجيبها من اي عطار والسلام. لا. في عطارين بيستخدموا يعني ايه? بيحطوا على حاجات وكده. فاحنا لما بنجيبها ونطحانها عندنا بتكون اضمن واحسن. حتى لو انت عندك الكزبرة الخضئ الكزبرة قصد الناشفة اللي هي الخشنة. ده برضو بتكون افضل واحسن. ما عندي ناشي هنستخدم اللي هي المطحونة زي ما نشايفين بالشكل ده طبعا كلاتنا بنات عارفين اللي هي الكزبرة لها سحر في نزول الوزن وبتنزل المية الزايدة اللي في الجسم. وقبل كده كنت قلت لكم على فويدة. لا فويد كتير جدا. بس علشان اختصر معكم الفيديو وما طولش عليكم. هنستخدم نص معلقة كده صغيرة من الكزبرة. تمام? بعد كده معي برضو نص معلقة صغيرة من الكامون. طبعا كلاتنا بنات عارفين اللي هي الكامون اللي هو سحر في نزول الوزن. زبط الدهون ونزول برضو المية الزايدة اللي في جسم اللي هو يعني له فويدة كتير جدا. طبعا هنستخدم اهم حاجة في وصفتنا النهاردة. محدش يقول الوصفة كتير او المكونات كتير. لأ. احنا بناخد كميات بسيطة. يعني مش هنحس ان المكونات معي كتير ولا حاجة. يعني حتى لو انتم لاحظتم معي ان انا مغدة من كل نوع نص معلقة صغيرة. على اساس ان انا هستخدم كوباية واحدة بس. ده برضو نص معلقة صغيرة من الفلفل لصمر الخشن. اهم? شايفين عامل ازاي? ده كده بنات قوات. ده فلفل لصمر بس خشن. طبعا كلاتنا عارفين ان الفلفل لصمر الخشن ده له سحر لوحده في ازابة الدهون ونزول الوزن كمان. يعني الناس اللي هي برضو حاب تنزل وزنها ممكن هتستخدم برضو في الوصفة بتاعتها الفلفل لصمر. ده كويس جدا وبحرق معاك كل الدهون. طيب هنعمل ايه بعد كده هقول لكم. بعد كده يا جماعة هننزل عليها بالماء المغلية زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده كده. كلت المكونات بتاعتي كلتها مكونات سهلة وزي ما قلت لكم من قلب مطبخني. يعني مش هتكلفنا اي حاجة. هندوب برضو المكونات كلتها بالشكل ده كده. طبعا مش هنشرب على طول لأ. هقول لكم بقى على حاجة كويسة جدا. اخر مكون معايا طبعا زي ما انتوا شايفين كده النعناع. تمام? النعناع ده برضو كويس جدا. كل الحاجات اللي انا حطتها مكونات مفيدة وفي نفس الوقت مفيدة للجسم. ده كده معايا ورقتين النعناع اخدر. وهنسيبها بقى نغطي عليها كده هوت زي ما انتوا شايفين. بالشكل ده كده وهنسيبها حوال عشر دقيق. لغاية ما نحس ان هي بدأت تبرد معي خالص. يعني هنشربها طبيعيك ان انا بنشرب شيء بالزبط. تمام? بعد ما بيعد العشر دقيق هنرجع ان احنا نكشف عليها بالشكل ده كده. ده كده يا جماعة بعد ما سيبناها حوال عشر دقيق ابتدت ان هي تبرد معي. هنقوم ادلناها تقليبة بقى. بالشكل ده كده. برضو هنتابع الفيديو لان في تكاية صغيرة كده ان شاء الله. هنشوفها مع بعض وده اهم حاجة. هنبدأ ان احنا نصفي الوصفة بتاعكنا بالشكل ده كده. ده كده يا جماعة الكوبية جهزت معي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اخر حاجة هنعمل ايه زي ما انتم شايفين معي عصر اللمونة دي. طبعا يا جماعة انا مردتش احط اللمون طول ما الكوبية كانت لسه سخنة ومردتش احط اللمون. عندما يبدأ اللمون يدفى كده او يبرد معي هنقوم حاطين عصرة اللمونة ده. بالشكل ده كده. نبدأ ان احنا ببدا نديلها تقليب كده اهو. بالشكل ده كده يبقى كده خلاص الكوبية جهزت معي. طيب دلوقتي هنقول بقى هناخدها امتى? ده ان شاء الله هناخدها مرة واحدة بس في اليوم قبل النوم. يعني قبل النوم بساعة هنكونوا اخدهم كوبية زي دي. ده كويس كده. لو انتو حابين انتو تاخدها ازل من كده لان طبعا كلاتها حاجات يعني كلاتها عناصر مفيدة جدا للجسم. وكمان بتزود معنا معدل حرق وبتنزل كل الماء الزايدة اللي بجسمنا. حابين تاخدوها بعد الغد ما فيش مشكلة. حابين تاخدوها قبل النوم بساعة برضو ما فيش مشكلة. انت تقدر تاخدها مرتين في اليوم. اللي حاب ياخدها مرة واحدة برضو ياخد. طيب دلوقتي كده كوبية جاهزة معي اهيت. وكده خلصنا الكوبية الاوانية. هنجي نشوف مع بعض الكوبية التانية الكوبية اللي بتتاخد على الرئ ودي اهم حاجة. كل يوم الصبح لازم ندوم عليه. كل يوم الصبح لو انت فعلا عايزة جسمك ينزل وبقى جسمك جسم رياضي جسم كويس جدا هتعمل الكوبية دي. خلاص دي خلاص كده احنا قلنا عليها هنشيلها على جنب دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الكوبية التانية معي اهيت. ده طبعا كوبية مية دافية. ده كده يا جماعة مية دافية. طبعا احنا كده كده كل يوم الصبح على الرئ كده بنشرب كوبية ماية دافية او كوبيتان وبنوصل عليهم لمونة. ودي اهم حاجة. تمام? ده كده الكوبية هيت معي هنعمل ايه? برضو معي ورقتين من النعناع زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اهو. النعناع ده كويس جدا يا جماعة يا رب كليتنا نداوم على كوبية ديت. اهو. بالشكل ده كده. وده طبعا زي ما قلت لكم ده مية دافية. يعني مش مية من الحنة في. طيب هنعمل ايه بعد كده معي برضو عصرة للمونة. اهي? ادي لها برضو تقليبها كده هكو. ممكن نغطي عليها بقى كده حوالي دقتين او تلاتة بالشكل ده كده. اهو. لغاية ما احس ان هي بدأت ان هي تدفع معي على اساس ان انا اقدر اشربها. مفيش مشكلة. خلاص كده هي بدأت تدفع معي. هنشيلها بقى. حبينا انتم تدفع عليها نصف معلقة عسل. برضو مفيش مشكلة. العسل كويس جدا. حتى بدي يعني ممكن يدي لجسمنا طاقة. مفيش اي مشكلة خالص. وفي نفس الوقت يا جماعة العسل كويس جدا. العسل لبيض الطبيعة طبعا. مش بيزود الوزن ولا هسكرية ولا حاجة. لا. هو مطلوب في الوصفات. بيبقى كويس او. خلاص الكوباية جزت معي. هنقدر بقى ان احنا على طول على الريق. مش هنقول مسلا بعد الفتر ولا حاجة. ده شق اساسي ان احنا ان شاء الله هناخدها الكوباية ديت على الريق الصبح. ده طبعا خلاف الوصفة ديت. اللي احنا عملناها مع بعض ديت. ماشي? يبقى انا كده عملتوا كوبايتين. كوباية الاولانية هاخدها على الريق الصبح كده اول ما قوم النوم هكون مجاهزة واشربها على الريق. الكوباية التانية زي ما قلت لكم يا جماعة هتتاخد قبل النوم بساعة. بالشكل ده كده اضمنك ان انت ان شاء الله وزنك هينزل فيقل وقت. يعني خلال اسبوع عشر ايام هينزل معاك الوزن بتاعك كويس جدا. خلاف الناس اللي هي طبعا يعني بتشتكي طبعا منطقة الكرشن دي اهم حاجة ودي اهم وصفة هتجيب معاك نتيجة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.